اشتركوا في القناة ستة لو انت اول مرة تتابعنا معاكم مساء اسمائي ياسر اتمنى تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد تشارك الفيديو ده مع اذكاك عشان هم كمان يستفيدوا ده هيدعمنا جدا جدا يا سنة ستة كمان ادعمنا بلايك لو الفيديو عجبك سيب لك دحت في الوصف ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايميل فيديو مهمين جدا صفحة الفيسبوك لو محتاج انا سبسار تدري ترسيلي من خلالها وسيب لك كمان قائمة تشغيل الصف السادس الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترمى اول فيها جميع الفيديوهات السابقة من كتاب الجمع وكتاب المعاصر الوحيدات مشروحة ومحلولة بالترتيب وكمان الفيديوهات السابقة للتقييم الاسبوعي الخاص بموقع يوزار الاسبوع الاول والتان والتالت والنهاردة ينزل الرابع هنعمل ايه في الفيديو ده مسح؟ نحل الاداقات الصفية الجزء الخاص بالوجب المنزلي وعندي ثلاث نمازج مهمين عبارة عن ثلاث فقرات انشائية هيتكتبوا النهاردة مهمين ونحلوهم مع بعض بازن الله اول حاجة واول سؤال خاص بالاداقات الصفية اختار الاجابة الصحيحة بقولك هنا شرين لايكس بتحب اول تايبس يعني كل الانواع اوف فروت لن الفاكهة شي دازنت لايك مانجوز لكن هي مش بتحب ايه المانجا انا عندي هنا ايه تناقض والجملة اللي فيها تناقض بناخد قليط الربط ايه بط لان انا عندي هنا اند بتبقى مع الجملة اللي فيها فكرتين متتاليتين دي بتحب كل انواع الفاكهة بس ما بتحبش المانجا لذا فينا ايه تناقض تاني جملة معايا اي لايك كاتس بحب ايه القطط زي ار ماي نوات بيتس هما ايه انا عايز اقول انه هما حيواناتي المفضلة يبقى فاورت بيتس يعني حيواناتي المفضلة الليها الاليفة بات سي انجري وضام بلايت مؤدل كاتس القطط اندوكز والكلاب ار يعتبر ايه اولاد بيتس حيوانات الاليفة ولا بيردس طيور ولا ليزردس حالي ولا فيش سمك طبعا هما حيوانات ايه الاليفة طيب بعد كده هي كويسة اوه في العلوم هي از مسي فوضوية كليفر زكية انجري غضام بلايت مؤدل طبعا هي ايه زكية كليفر انا عايز اقولي هنا برضو ياولاد ايه هنا التناقض انا الدرس بتاعي جميل لكن مامتي مش حباه يبقى لكن هنا يعني ايه بط احنا ايه عايزين نذهب للمنتزع او الحديقة نقط دو ممتر فيه تناقض يبقى بط لكن مجاوب يمتر people not that when you bit a cat you feel happy الناس ايه الناس بتقول ان انت لو ربيت حيوان اليف زي القطة هتكون سعيد meet اللي هو يقابل take ياخذ have وبعد كده cats are usually القطة عادة scared مخيفة missy ha فوضوية friendly ودودة واللبات طبعا القطة ايه ياولاد friendly ودودة تاني سؤال معايا لسه طبعا من كاملين في الاسبوع الرابع يا سنة ستة ولكن الاداءات المنزلية برضو عبارة عن choose اختار the correct answer الاجابة الصحيحة اول سؤال معايا ياولاد here ده اسمه is very surprised هي متفاجأة وطالما عندي اسم يبقى هنا ايه نختار ايه هو للعقل هي متفاجأة من ايه is in her house في منزلها her runs بتجري to the forest في الغابة نقط her clever monkey lives يبقى نقول ايه ياولاد انا عندي هنا غابة مكان وطالما مكان يبقى اختار ايه where حيسو your stomach اللي هي معديتك mix loud noise بتاع عمل ايه صوت مزعج نقط you are hungry هنقول هنا ايه ياولاد هنقول طبعا الاجابة هتكون win الاجابة ايه هتكون win يبقى معديتك بتعمل اصوات حيسو ايه you are hungry انت جعان hungry elephants اللي هي اللي فيها لا are afraid بتخاف نقط mice بتخاف من من afraid of بتخاف من الفقران the story القصة of here is بتكون funny متحكة او ممتعة lizards اللي هي استحالي and cats والقطط can make good bits اللي هما اطبق باتريين bits اللي هي ايه حيوانات قليفة يبقى bits cats نقط sharp close عندها ايه حد هنقول have لديها مخالب حده my new car عربية الجديدة is great not i need to paint it انا عايزة ايه اا الوانها هنقول اا عربية رائعة لكن انا محتاج ان انا الوانها يبقى فينا تناقض يبقى بط تعالوا نكمل وصلنا للتقييم الاسبوعية سنة ستة موديل ايه نموذج الاوليني عبارة عن كتابة فقرات انشائية بقولك write a paragraph اكتب paragraph about the best animal عن حيوانك المفضل you like اللي انت بتحبه to keep as a bit وعايز ربيك ايه كحيوان أليف تعال كده نكتب هنا ياولاد بنتكلم عن الكتطة بنقول cats are my favorite bits اللي هي حيوانتي المفضلة there are a lot of بنسبب الاول مسافة بنبدأ بحرف كابتال وسيبالك تحت في الوصف ازا تكتب paragraph هيفيدك جدا الفيديو ده سيبنا مسافة بدأنا بحرف كابتال there are a lot of animals لنأكل كسير من الانيمالز الحيوانات which we can keep as a bit اللي نقدر نحاول ان ربيه كحيوان ايه أليف cats are my favorite animals حيواناتي المفضلة cats are beautiful جميلة they have soft fur عندها فر وناعم which is nice to touch بيكون جميل لما بتلمسوا I like cats بحب الكتطة because they are clean بتكون نظيفة and calm وهادئة cats are independent بتكون معتمدة عن نفسها you don't need انت مش بحتياج to take them انك تاخدهم for a work للتمشية everyday كل يوم cats have sharp clothes عندها ايه مخالب حدة and teeth واسنان they only use them بيستخدموهم بس when they are scared لما يكونوا خائفين I like beating بحب اربي cats الكتطة because this makes me happy وبتجعلني سعيدة ده اول paragraph معانا يا سنة ستة ومهم جدا وطبعا انت تقدر تكتب بطريقتك برضا تعال نتكامل ثاني نموذج معانا هو نموذج بي بيقولك write a paragraph about your best friend عن صديقك المفضل انا مثلا اكتب عن صديقك المفضل مثلا وليكن يونس انت صديقك المفضل علي في ناس تانية كريم في ايمان في ماريم حسب انت صديقك المفضل اسمه ايه اكتب عن متعالى نكتب كده واحد ونشوف بيقول ايه سيبنا طبعا يا ولاد زي ما انت شايفين مسافه ده انا يونس is my best friend صديق المفضل on my first day at school في يوم الاول من المدرسة I was worried انا كنت الان متوتر I met يونس انا عبلت يونس he is my friend وصديقي he helped me ساعدني a lot كثيرا for the first week في اول اسبوع he helped me هو كمان ساعدني get to know ان انا اعرف زيسكول المدرسة he took me اخدني around showed عشان يوريني me my classrooms الفصول and stayed with me وفضل معي at break في الفصحة he is very clever وزكي and he is good at مسوش وشاطر في الرياضية ده بالنسبة يا ولاد للجزء التاني يونس is my best friend النموذج التالت يا سنة ستة في التقييم الاسبوعي تعالى كده نشوف بيقول ايه بيقول يكتبي write a paragraph about your school عن مدرستك تعالى نكتب كل واحد يكتبع مدرسته في ناس مدرستك اسمها السلام في ناس اسمها الامل في ناس اسمها الفؤاد حسب انت اسمها مدرستك ايه هاي ما تكلم عن الامل سكول my school is very big مدرست كبيرة and amazing ورائعة there are many buildings and add فيها مباني كتير there is a new laboratory اللي هو فيها ايه معمل in our school في مدرستنا we can study science احنا منقدر ندرس العلوم there هناك there is a equipment في معدات اللي محتاجانا نعمل بها ايه اه تجارب our school مدرستنا play ground الملعب بتاعها is a large open area منطقة كبيرة ووسعة there are benches في مقاعد to sit on under the trees تقدر تضع عليها تحت ايه تحت الشجر كمان يا ولاد عندي ايه هنا بقولك we have a nice احنا عندنا in our school in our school we have many laptops and tablets in our computer in our computer this can help many students ده بساعد العديد من الطلاب study easily نتدرس بسهولة بكده خلصنا يا ولاد النامزج الاخير يا سنة ستة وده خاص بالاسبوع الرابع طبعا خلصنا التلات نمازج وحللنا الادات الصفية والادات المزيلة لو انت لسه جديد ومشاركش في القناة شترك حين وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان هما كمان يستفيدوا ده ادعمنا جدا جدا يا سنة ستة كمان حاول تشارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لك بر قدر ممكن منه الطلاب ودعمنا بلايك سيب لك تحت في اه اسفل الفيديو عطول في الوصف ازاي تكتب ايميل وازاي تكتب باراغراف فيديوين مهمين جدا صفحة الفيسبوك لو محتاجها استفسار وحسيب لك قائمة تشغيل الصف ستة اتداع عشين خمسة وعشين ترمول فيها جميع الفيديوهات تحت الواحدات السابقة مشروحة ومحلوة من كتاب الجيم وكتاب المعاصر فيها التقييمات الاسبوعية الاسبوع الاول والثاني والثالث وينزل الرابع دلوقتي واتشوفكم في فيديو جديد كانت معاكم مسأس معي ياسر